أم مازم من عمان بارك الله فيها تسأل تقول وحدة امرأة متزوجة وزوجها تزوج عليها الزوجة ثانية تقول أولادها أولاد الأولى دائما يشتكون في المحاكم على أبيهم وكلما انتهت قضية أدخلوا والدهم في مشكلة أخرى ووالدهم يحبهم وكذا لكنهم يشغلونه بمثل هذه الشكاوى والقضاء أختي أم مازم بارك الله فيك أولا بالنسبة لبر الوالدين هذا أمر واجب وفريض من الفرائض وبر الوالدين لا يقف على نوع معين من البر وإنما بر الوالدين ضابطه هو إيصال النفع إلى الوالدين بجميع أنواع النفع وحسم الشر إلى الموصل إلى الوالدين بكل أنواع الشر ومن الشر هذه الأذية من الشر هذه الأذية ولذلك الأولاد هؤلاء يمارسون عقوق فاضح وواضح مثل الشمس في رائعة النهار حينما تسلطوا على أبيهم فإذا كان لأمهم وهي الزوجة الأولى الدور في تحريض أبنائها على إذاء أبيهم ورفع الدعاوى عليه وإدخاله في مشاكل فهذه امرأة سيئة هذه امرأة والعياذ بالله نسأل الله العافية والسلامة أخذها الشيطان إلى مثل هذا الطريق ولذلك هذه الأم تتحمل وزر هذا التحريض وتتحمل وزر كل أذية تصل إلى زوجها عن طريق أولادها مع أن أولاد يتحملون هذا الوزر أيضا يتحملون هذا الوزر ولذلك للأسف بعض الزوجات حينما يتزوج عليها زوجها مثلا امرأة لا تحسن التصرف ولا تعرف كيف تتعامل مع زوجها ومع الحالة الجديدة التي هي فيها الآن ولكنها تذهب فتتهتك والعياذ بالله وتمارس كل أنواع الأذى مع زوجها وإذا يعني رأيت تعامل هذه المرأة يخيل إليك أن هذه المرأة لو نزلت لعنة من السماء ما وقعت إلا عليه ولو انفلتت كلمة سوء يعني ما توجهت إلا إليه سب وشتم ولعن ودعاء وتحريض وتشويه وقذ وبلاوي وأنا ما أقول هذا يعني هكذا لا لا هذا واقع هذا واقع يعايشه كثير من الأزواج مع بعض الزوجات وليس كل الزوجات سواء في من الزوجات العاقلات اللاء يخفن الله عز وجل فيما يبدينه وفيما يخفينه من الصالحات الحافظات القانتات اللاء يراقبن الله عز وجل تقف عند حدود الله ما تتجاوز أما أن تدخل المرأة أولادها في مشكلتها مع زوجها حتى لو كان عندها مشكلة مع زوجها ما ذنب هؤلاء الأولاد ما ذنب هؤلاء الأولاد تقحمهم في أتون مشكلة بينه وبين زوجها وهل تعتقد أن هذه المرأة بهذه الطريقة كسبت أولادها إلى صفها مثلا أو أنها والله فازت بأولادها هؤلاء الأولاد إن كانوا صغارا سيكبرون ويكتشفون الحقيقة وسيواجهون أمهم ويعاملونها بالبغضاء جزاء وفاقة كما هي حرضتهم على معاملة أبيهم بمثل هذه الطريق وإن كانوا كبارا فهي عاونتهم على الإثم والعدوان وهم يتحملون أيضا هذا الذنب وهذه الخطيئة التي وقعوا فيه والله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ولذلك لا يجوز لأي ولد أن يطيع أمه في معصية الله أو يطيع أبا في معصية الله إنما الطاعة بالمعروف حتى لو كان الأب يحرض أولادها على أمهم ما يجوز لهم يطيعون أباهم في تحريضه على أمهم ما يجوز وحرام كذلك العكس كذلك في المقابل الأم إذا حرضت أبناها على أبيهم أبناءها أو أولادها عموما على أبيهم ما يجوز لهم يطيعونه يقول سامحينا الولد العاقل الناضج اللي يخاف الله عز وجل يقول لا سامحينا يا والدتي هذه مشكلة بينك وبين الوالد إذا حبيت ندخل للصلح أهلا وسهلا إذا حبيت ندخل لإيذاء الوالد لا لا سامحينا نحن نخاف الله عز وجل هذا الولد اللي يخاف الله ويتقيه سبحانه وتعالى ولذلك اخت الفاضل هؤلاء الأولاد حقيقة واقعون في إثم عظيم في كبيرة من كبائر الذنوب وهم تحت صخط الله ولعنة الله إنهم فعلا كما ذكرتي يؤذون والدهم قصدا وعمدا بسبب من تحريض أمهم عليه هذا لا شك بأنه إثم عظيم أين هم من قول الله عز وجل وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا أين هم من قول الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا أين هم من قول الله عز وجل ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا أين هم من قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه إلا أن يجده مملوكا فيعتقه ولذلك الأولاد إذا كان عندهم مشكلة مالية في النفقة يحلونها مع أبيهم بشكل ودي وبشكل يعني فيه رحمة وفي تعامل الإبن مع أبيه التعامل الشرعي خاصة وأنك ذكرت بأن أباهم يحب أولادها ويتقرب إليهم كما ذكرت في سؤالك هذا يدل على عقوق فاضح والعياذ بالله وعلى تهتك نسأل الله العافية والسلامة وعلى تمزق هذه الأسرة وبشري هذه الأم الزوجة الأولى إن هي فعلت ذلك والعهد عليك بشريها بالخسارة في الدنيا والآخر إذا لم تتب إلى الله عز وجل ولم تصلح ما أفسدت ولم ترمم هذا التصدع الذي حصل في بيتها بسبب تحريض أولادها على أبيهم هذه والعياذ بالله نسأل الله العافية والسلامة من الذنوب العظيم ومن الكبار الكبار وهذا يدل على أن هذه المرأة استولى عليها الشيطان واستحوذ عليها الشيطان ولذلك تصدر منها أفعال شيطانية هذه المرأة التي تأخذ أولادها تقول اشتكوا على أبيكم كلما بحثت عن شيء قالت أدخلوا أباكم في المشكلة الفلانية هذه والعياذ بالله شيطان في صورة إنسان وللأسب الشديد يعني في هذه الأوقات الأخيرة كثر مثل هذه التصرفات الرعناء وكثر مثل هذا الإيذاء نسأل الله العافية والسلامة وأنا لا أبرأ الزوج ولا أبرأ الأب من تقصير مثلا يحصل لكن هل يستحق الأمر أني أصل إلى هذه الدرجة أحرض أولادي على أبيهم هل يصل الحال إلى أني فعلا كلما انتهى الأب من مشكلة في المحاكم أدخله في مشكلة أخرى هذا لا يجوز وحرام وهذا من كبائر الذنوب ولا تعتقد هذه المرأة بأنه والله مدام أنها حصلت على ما تريد أنها ستعيش مطمئنة آمنة لا هي تعيش تحت صخط الله ومتوعدة بالعقوبة في الدنيا ويوم القيامة ترجمة نانسي قنقر